بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين وطريق النجاح معنا النهاردة خبيرة التجميل الجميلة أسماء سندريلا بنرحب بيك أهلا بيك عملاين أسماء ممكن تعرفينا بيك أكتر أنا أسماء فاتحي ميكاب أرتست عايش تعرفي إيه تاني بصي إحنا دلوقتي فاصل الشتة والشتة داخل علينا بقوة إزاي أحافظ بقى على بشريتي من الجفاف والله يبصي هو إحنا في المفروض تنضيف البشرة ده أهم شيء إن إحنا معاكي بقى غسول الغسول بتاعي البشرات تلات أنواع جفة دهنية مختلطة فكل بشرة لها الغسول الخاص بتاعها سابون طبعا ده لا مستحيل خالص هو الغسول بعد الغسول طبعا برضو بيكون فيه أتربة وفيه رواسط في البشرة إحنا نقدر نستخدم التونر طيب أنا المفروض إن أنا أخسل بشرتي كم مرة في اليوم يبقى صحي لها البشرة الدهنية بيستحب يكون تلات مرات البشرة الجفة العادية ممرتين أسماء إنتي أنا عارفة بعيد طبعا عن التجميل وكل حاجة إن إنتي مش بتحب تطلعي لايف مش حتى البس المباشر أيها بس إنتي حبيبتي يعني قبل الشغل اللي إحنا صحاب فطبعا إنتي لما أنا مبسوطة إن إنتي معي النهاردة في طريق النجاح وأول فقرة إنتي ورسالة الرسالة ليه إن إنتي وافقت إن إنتي تطلعي معي على فكرة جماعة أسماء ما بتطلعش أي لايف وما بتطلعش لقاءات مع حد هي شوية عزيزة فمنح الجزي هي حابة الموضوع إنتي قلبي إنتي حبيبتي أسماء إيه الأكلات اللي ممكن تدوري بشريتي طبعا الأكلات اللي فيها دهون طبعا ده لأ الموالح السبيسي طبعا يعني الشطة لأ أنا بحب الشطة أنا بعشاها بس لأ طبعا بلاش وبالذات البشرة الدهنية يعني البشرة الدهنية إنتي لاحظي لو في بشرة دهنية بتادي تاكل في حاجة فيها شخون فيها دهون هتبتدي تفرز على البشرة يعني هتظهر وإحنا بشرتنا معظم البشرة بشرة الدهنية دي مشكلة حتى في الشمس وإحنا مشيين صح أكيد إيه العوامل اللي بتسبب بيسافة في البشرة طبعا الزهور في الشمس الزهور في الشمسي ده لازم نكون عاملين احتياط نازم صنبلوك لازم صنبلوك للبشرة صنبلوك في الصيف تلصفه في الشتاء يعني عايزة أقولك إن في الشتاء فيه ناس تقولي إن الشمسي مش حامية طب أنا ليه حط صنبلوك خليني في الصيف لا ده الشمسي أنت مش حاسة بيها بس هي بتأثر يعني تأثير كلي على البشرة وعالشعري كمان طب طيب بتستخدام التونر بقى موضوع كبير صح؟ التونر طبعا ده موضوع كبير جدا طبعا التونر أكتر حاجة بتنظف البشرة بعمق يعني إنت لو غسلت وشك بالغسول بتاعك السبونش اللي هو المدور القطن جربي إنك إنتي تتحطي التونر وتعملي وش بشتك هتطلع هتلاقي في رواصب تانية التونر يعني هو شوية سعره عالي شوية إحنا نقدر نستغنى عن التونر بمية الورد مية الورد تونر حلو جدا للبشرة إحنا نقدر نستغنى في مية ورد وفي مية زهر هو مية الورد طب أقولك على حاجة معانا محمد من الشرقية علو أه سيديمان محمد إزايك بس سلم معك دبشة العالمي إزايك عامل إيه ربنا يخليك يا دبشة شكرا على التصالك شكرا يا مرسي ربنا يخليك أسماء إيه بقى الوصفات اللي ممكن تزود ترتيب البشرة نتكلم في الطبيعة طبيعية من الحاجات الطبيعية اللي المفروض في كل بيت نقول زبادي زبادي بالخيار الخميرة العسل البشرة الدهنية لو عسل مع بون كل الحاجات دي موجودة في البيت يعني حاجات مش هتكلفني الوصفات دي بقى هتفدني فعلا أكيد أكيد طبعا ايه كمان قولنا وصفات كده للناس اللي مش قادرة ان هي تشتري ماسكات من برا انا مش قادرة ان انا اشتري ماسكة بس انا عايز عليك بشريتي بقى لنفس الجوزي كده يا بس هو في المرتبات طبعا دي من اهم العوامل للبشرة يعني عايز اقولك انت مارسة انا بشريتي دهنية في ناس تقول لا طب انا بشريتي دهنية ما نفعلاش حطله مرتب لا طبعا في مرتبات للبشرة الدهنية يعني مخصوصة للبشرة الدهنية في مرتبات للبشرة الجافة يعني كل بشرة لها التخصص بتاعها المسكات الطبيعية بقى هو انا زي ما قلتلك البشرة الدهنية الزبادي الزبادي بالخيار ممكن نحط عليه عسل العسل اساسي يعني العسل اساسي في البشرة طبعا البن مع العسل ده ممتاز للبشرة بن على العسل او انا جربته قبل كده عايزين نعمل سكراب للبشرة عسل مع سكر طبعا فيه بشرات حساسة بنفعش ان انا عمل فيها سكراب فاقدر ان انا منطقة الملخير نبتدي ندلك عشان دي اكتر منطقة بتتعرض للدهون بس ما عاملش خدود عسل وسكر ما عاملش خدود طب اللمون سمعت ان اللمون برضو بشيب ولا بصي هو فيه يعني هو اللمون عمتا احماض اللي هو ممكن تسبب التهاب للبشرة لكل البشرة اه يعني بتسبب التهاب يعني هي معلومة انا اللي عرف انها معلومة خاطئة اللمون للبشرة فعلا المسكات الطبيعية انت قلتلي ان هي بتفيد البشرة وكلمنا على الاكلات اللي هي بتدور البشرة ايه بقى الاكلات اللي بتفيد البشرة بتاعتي الخضار السلطة اساسي اه الميا الميا يعني الميا الحياة طبعا لا عايز اقولك ان فيه ناس بتشرب ما بتشربش ميا زي انا مثلا اه يعني احنا الميا بجد بتدي نضارة تشربش مية خالصة؟ شوية تشعزها بقى اه الميا بتدي نضارة حلوة للبشرة عايز اقولك انا بنصح اي عروسة بتجيلي اه قبل فراحها بحوالي 10 ايام بتبتدي تشرب كل اليوم بالليل كبات لبل بيأثر جدا على البشرة طيب تماما بصل بسيط ونرجعلكو تانى اشتركوا في القناة ورجعنا لكم تاني هكذا مصر وطريق النجاح ومعانا خبيرة تجميل أسماء سندريلا من ورانا أسماء قولي بقى إزاي بتجهزي العروسة طبعا العروسة بتجيلي قبلها حجز فطبعا في تعليمات بقولها لها الأول اللي هو نضافة نضافة البشرة إزاي تعتني بيها وبعدين ببتدي أنا أعمل لها في عندي في السنتر تجهيز للبشرة فين السنتر بتاعك بقى؟ في حدق حلوية فبعدين أبتدي بقى كشغل أنا عايزة أقولك إن أنا أجهز عروسة في يوم التجهيز أنا مش ببقى عارفة أنا بعملها إيه يعني مش مرتبة أنا هعمل إيه ميكوب هو الميكوب بالنسبة لي هو فن يعني أنت لما بتيجي عروسة قدامي أنا باجي أشتغل لها طبعا مش ببقى مرتبة بدخل أشتغل بناء على الوش القدامي من عدسة لألوان البشرة طبعا لازم يكون فيه تناسق طبعا إن فيه أنواع بشرة طبعا خمرية صمرة بيضة طبعا ماينفعش البشرة للصمرة أفتح على حسب لون البشرة يعني هي معلومات خطيئة أنها تقول لي عايزة أفتح عايزة أبقى بيضة لا طبعا دي معلومات خطيئة خالص ماينفعش ده أثماء أنت نورتينها النهاردة ونتمنى الفقرة كانت تبع أكتر من كده وإن شاء الله تبقى معنا في فقرة أكتر نورتينها شكرا لكم أعزائي المشاهدين نتمنى يا رب نكون بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد انتظرونا فقرة قادمة هكذا مصر